اشتركوا في القناة العام الدراسي هنتكلم فيها عن الخامات الكهربية والالكترونية هنتكلم فيها عن المواد الشبه الموسلة المواد العزلة كل الحاجات اللي تخص الخامات المواد المغناطيسية كل الحاجات اللي تخص الخامات والخواص اللي تخص الخامات والعناصر الالكترونية والكهربية هنتعلمها في المادة دي منحنيات التخلف المغناطيسي منحنة المغناطة كل الحاجات دي هندرسها مع بعض ونشوفها مع بعض في المادة قبل ما نتكلم في المادة بتاعتنا وقبل ما ندخل على الباب الاول الخاص بالخمات الكهربية والالكترونية لابد ان احنا نعرف الاهداف العامة للمادة بتاعتنا انا هدرس ايه في المادة دي لو بصنا مع بعض على الاهداف العامة في مادتنا النهاردة هنلاقي انه الاهداف العامة اول هدف بالنسبالي الخمات الكهربية والالكترونية ده اول هدف او اول هدف رئيسي او عام بالنسبالي في المادة الخمات الكهربية والالكترونية وده بيكون معايا الباب الاول الهدف التاني عندي اللي هو الخواص الكهربية للخمات ده هيكون الباب التاني الخواص الكهربية للخمات عندي تاني هدف الصدق والتآكل وده من الأهداف العامة وده هيكون معانا فيه الباب التالت الباب الرابع المواد المغناطيسية وده هيكون معانا في الترمي التاني بإذن الله وكمان المواد شبه الموصلة زي الجرماني وموسيلكون والكربون وهندرس كل المواد الشبه الموصلة الثلاث مواد دول بخواصهم وخصائصهم كمان عندنا المواد العزلة ودي كده الأهداف العامة لمادة الخامات الكهربية طب إحنا هنشتغل النهاردة يا مستر هنشتغل مع بعض الباب الأول الخامات الكهربية والألكترونية طيب عايزين نعرف برضو خلال الباب ده هنتكلم عن إيه وهندرس إيه مع بعض لقينا أن إحنا خلال الباب الأول الأهداف الرئيسية للوحدة الأولى أو للباب الأول بتتكلم عن أهمية دراسة المواد الكهربية إحنا ليه بندرس المواد الكهربية والعناصر الإلكترونية والكهربية الهدف الثاني المواد المستخدمة في الصناعات الكهربية والإلكترونية كمان عندي بيقولي هتدرس الخواص الميكانيكية زي الإجهاد والإنفعال والمرونة واللدونة وكمان عندي بندرس الصلابة والقصافة والصلابة وقابلية السحب دي خواص للمعادن خواص ميكانيكية هندرسها كلها مع بعض وهنشرحها واحدة واحدة طيب أهمية دراسة المواد الكهربية أهمية دراسة المواد الكهربية هنا بيقولي لابد من الإلمام الكامل بأدق التفاصيل المتعلقة بتركيب المواد الكهربية وأماكن تواجدها وكذلك دراسة خواصها وأفضل الطرق لاستخدامها وتطوعها وكمان مش بس كده بل واحد استحداث مواد جديدة لتفي بمتطلبات التقدم التقني في كافة الفرع والاتجاهات يبقى أنا من خلال الدراسة العناصر الإلكترونية والمواد الكهربية لابد أن أنا يبقى عندي إلمام بكل النواحي المتعلقة والتفاصيل المتعلقة بالمادة اللي هشتغل عليها سواء مادة موصلة أو مادة شبه موصلة أو مادة عازلة أو مواد مغناطيسية تمام طيب دي كده كانت أهمية دراسة المواد الكهربية طيب هنيجي بعد كده المادة لو تكلمنا عن المادة نقول أن المادة دي بتنقسم إلى تلات أنواع مادة موصلة مادة شبه موصلة ومادة عازلة وفي مواد مغناطيسية تمام طيب المادة نفسها في منها صور للمادة أشكال للمادة إحنا كده تكلمنا عن أنواع المادة من حيث التوصيل لابد أن أنت تبقى عارف برضو أنواع المادة من حيث الشكل أو الصورة صور المادة صور المادة كلنا تعلمناها في المرحلة الإعدادية وكنا فاكرين وكنا بنقولها إيه إن المادة عندي بتنقسم لتلات أنواع من حيث الصورة والشكل مادة سائلة ومادة صلبة ومادة غازية تعالي نشوف التعريف بتاع المادة بالنسبة لنا إيه نشوف مع بعض كده قال لي إن المادة توجد المادة في عدة صور هناك مواد صلبة ومواد سائلة ومواد غازية والمادة قد تكون من عنصر يعني تكون من عنصر واحد أو أكثر من عنصر يعني ممكن المادة دي بالنسبة لي تكون أكثر من عنصر وممكن تبقى عنصر واحد تمام كده طيب هنشوف الكلام دا بعدين برضو إنه إزاي المادة بتتكون من عنصر أو من عنصرين وهنشوف الكلام دا كله مع بعض طيب هنا بعد كده تصنيف المواد تصنيف المواد دا عندي بيقول لي إيه إن المواد بتنقسم لأربع أنواع من حيث التصنيف ومن حيث التوصيل للطيار الكهرابي وعلاقتها بالطيار الكهرابي لو اتكلمنا مع بعض في النقطة دي من نقطة التصنيف للمواد هنلاقي إن أنا عندي مواد موصلة للطيار ومواد شبه موصلة ومواد مغناطيسية ومواد عازلة طيب إيه علاقة المواد دي كلها ببعضها علاقتها أو العلاقة ما بينها إنه أي منهم بيوصل أفضل مين في المواد دي بيوصل أفضل مين ما بيوصلش وبناء على إيه إنه غير موصل جيد للطيار الكهرابي ما بيوصلش كويس للطيار الكهرابي بناء على إيه هو بيوصل كل ده بيتوقف على قيمة المقاومة لمين؟ ليه المادة اللي احنا بنتكلم عنها طيب لو جينا تكلمنا في الأول عن مواد موصلة للطيار الكهرابي تعال نفنطها مع بعض أو نصنفها مع بعض كده هتلاقينا بنقول إيه؟ إن المواد الموصلة للطيار الكهرابي هي جميع المواد المعدنية صح كده؟ يعني الحديد، النحاس، الألمونيوم، الفضة كل المواد المعدنية أو غالبية المواد المعدنية هي موصلة للطيار الكهرابي تمام؟ طيب من حيث إن هي موصلة للطيار الكهرابي معنى إن هي بتوصل للطيار الكهرابي طب علاقة المقاومة إيه؟ مقاومة المادة دي إيه؟ هي خلاص هتوصل للطيار الكهرابي؟ تمام كده احنا اتفقنا ان المواد الموصلة للطيار الكهرابي مواد بتقدر توصل الطيار الكهرابي او لديها القابلية على توصيل الطيار الكهرابي طيب علاقة المقاومة بتاعتها ايه قيمة المقاومة بتاعتها ايه طالما المادة هتوصل طيار الكهرابي يبقى المقاومة للمادة دي قليلة اوي بحيث ان هي تسمح مرور الطيار لا تعوق مرور الطيار تمام كده يبقى المواد الموصلة للطيار هي غالبية المواد المعدنية تمام زي النحاس زي الألمونيوم زي الحديد زي المواد باقي المواد المعدنية الأخرى وخصوصا الفضة يعني مادة الفضة دا أو معدن الفضة من أجود أنواع المعادن توصيل للطيار الكهرابي ولكنه بيتأثر بأقل قيمة في ارتفاع دائرة الحرارة مع أقل ارتفاع في دائرة الحرارة بيبدأ ينصهر معدن الفضة طيب تعال نشوف التعريف اللي هنكتبه في الامتحان وهنقوله ازاي أو نشرحه ازاي لأنه ممكن يجي يقول لي اشرح المواد الشبه الموصلة أو المواد الموصلة للطيار الكهرابي تعال نشوف مع بعض على الشاشة بتاعتنا ونشوف هنعرف ازاي هنا بيقول لي المواد الموصلة للطيار هي ايه طيب هي مواد معدنية تشترك في قابليتها للتوصيل الكهرابي وهي اكثر المعادن توصيلا للطيار الكهرابي زي مين النحاس تمام كده يعني اكثر المعادن توصيلا للطيار الكهرابي هي ايه النحاس الالمونيوم الفضة والبلاتين دول افضل المعادن الموصلين للطيار الكهرابي تمام المادة الشبه موصلة وهنا محتاجين نقف شوية هو يعني ايه مادة شبه موصلة يعني هي لها حالات هتوصل في وقت معين ولا مش هتوصل عايزين نفهمها مع بعض قال لي ايه قال لي ان المواد الشبه موصلة هي مواد تقع خصائصها ما بينه نركز في الكلمتين دول قوي علشان نفهم يعني ايه شبه موصلة هي مواد تقع خصائصها ما بين المواد الموصلة والمواد العزلة طب عايزين نفهم اكتر يعني هي هتوصل قوي ولا مش هتوصل خالص يعني هي ممكن تبقى موصلة للطيار موصل جيد للطيار ولا ممكن تبقى موصل ضعيف للطيار ولا ممكن ما توصلش طب امتى عايزين برضو نفهمها امتى توصل كويس قوي او تبقى موصل جيد وامتى تبقى موصل ضعيف وامتى تكون عزلة تماما فعلشان كده سميناها مواد شبه موصلة والمواد الشبه موصلة زي ما قلنا مواد تقع خصائصها ما بين المواد الموصلة والمواد العزلة زي مين لازم ندرب مثال على طول ولابد ان احنا نبقى فاهمين المواد اللي احنا بنتكلم عنها يعني احنا كلمنا عن الموصلة للطيار قلنا النحاس والالامونيوم والفضة والبلاتين لابد ان احنا لما نتكلم عن المواد الشبه موصلة لابد ان احنا نقول امثلة لها والمعادن اللي موجودة في حياتنا زي ايه زي ايه بقى المواد الشبه موصلة زي السيليكون والجيرمانيوم زي ايه السيليكون والجيرمانيوم تمام؟ تعالا نشوف التعريف برضو اللي هنكتبه لو احنا بنشرح المواد الشبه موصلة تعال نشوف مع بعض مواد شبه موصلة المواد الشبه الموصلة دي هي مواد تقع ما بين المواد الموصلة والمواد العازلة وهي في الحقيقة مواد عازلة في الظروف العادية نركز بقى في الحجرة دي لانه بقول لي هي في الحقيقة اصلا المواد دي مواد عازلة بس في الظروف ايه العادية ولكن باضافة بعض المطاعمات يمكن تحولها الى ما يسمى باشباه الموصلات زي مين الجيرمانيوم والسيليكون زي ايه الجيرمانيوم والسيليكون طيب احنا محتاجين نفهم النقطة دي يعني ايه هي في الظروف العادية بتكون عازلة تماما ويعني ايه باضافة بعض المطاعمات بتبدأ توصل كويس المطاعمات او عملية اضافة المطاعمات دي نركز مع بعض فيها شوية ومحتاجين نفنطها او نقول انه نفسرها مع بعض شوية يعني ايه المواد شبه الموصلة كانت في الحقيقة هي مواد عازلة وفي الظروف العادية هي مواد عازلة ولكن بعد اضافة بعض المطاعمات بيبدأ تحولها الى ما يسمى باشباه موصلات يعني ايه يعني بيجرع عليها طبعا احنا قلنا الامثلة بتاعتها اللي هي السيليكون والجيرمانيوم تمام وكمان لابد انه احنا عارفين ان السيليكون ده بيبقى ليه استخدامات طبية يعني فعملية المطاعمات دي هي اسمها عملية تطعيم بالشوائب او اضافة بعض الشوائب المعدنية لمادة السيليكون او الجيرمانيوم وبالتالي بيبدأ يبقى المادة شبه موصلة طب يعني ايه شبه موصلة برضو يعني احنا عايزين نفهم امتى تبقى موصلة جيد او المادة دي او السيليكون يبقى موصل جيد للطيار وامتى ما يبقاش موصل جيد امتى دارة التوصيل بتاعته تعلى تمام امتى دارة التوصيل بتاعته تعلى وامتى تكون ضعيفة وامتى تبقى عازلة تماما نقولها مع بعض كده ايه بيقول لي انه المواد الشبه موصلة او خصائص المواد الشبه موصلة انه في دارة الحرارة العادية دارة حرارة الغرفة وبدون اضافة مواد اخرى بتكون عازلة تماما تمام كده يبقى المواد الشبه موصلة في حالة دارة او عند دارة حرارة الغرفة عند ضارة حرارة الغرفة وبدون إضافة مواد شائبة أو مواد أخرى المواد الشائبة دي اللي هي زي برادة الحديد وبرادة النحاس وبدون إضافة مواد أخرى أو مواد شائبة أخرى بتكون عازلة تماما يبقى ضارة حرارةها هي ضارة حرارة الغرفة صح كده ضارة الحرارة هنا هي ضارة حرارة الغرفة وكمان ما ضفنا لهاش أي مادة شائبة تانية تمام كده طيب نقول النقطة التانية امتى درجة التوصيل بتاعتها تبقى موصل ضعيف امتى تبقى ايه موصل ضعيف نركز مع بعض تاني برضو في النقطة دي لانه في النقطة دي تبقى موصل ضعيف معناها ان انا رفعت درجة حرارتها وبدون اضافة مواد اخرى يعني ما ضفت لهاش مواد شائبة اخرى تمام كده يعني برضو هي لسه في الحالة النقية لان احنا قلنا ايه رقم واحد امتى تكون عازلة تماما عند درجة حرارة الغرفة وفي الحالة النقية الحالة النقية دي اللي هي ايه ان انا ما عملتش عملية تطعيم وقلنا عملية التطعيم دي اللي هي ايه اضافة مواد شائبة او مواد اخرى وقلنا المواد الشائبة دي زي برادة الحديد وبرادة النحاس برادة لمعادن جيدة التوصيل تمام بتنخلط او بيتم خلطها مع السيليكون او الجرمانيوم وبالتالي بيبقى يتحول لمادة شبه موصلة طب هو خلاص تحول لمادة شبه موصلة اقولك لا لسه ده رقم واحد يبقى عازلة المادة دي تبقى عازلة رقم واحد امتى في درجة حرارة الغرفة العادية وفي الحالة النقية ان انا ما ضفت لهاش اي شوائب ما عملت لهاش عملية تطعيم طب الحالة التانية امتى تكون موصل ضعيف تمام كده امتى تكون موصل ضعيف قال لي عند ارتفاع درجة حرارة حرارة الغرفة يعني ان انا ارفع درجة حرارة المادة دي تمام بس في الحالة النقية انا لسه ما ضفت لهاش اي شائبة تمام طيب يبقى انا عندي النقطة التالتة اللي هو يبدأ نزود درجة التوصيل تبقى موصل مقبول يعني يوصل نوعا ما يبقى هنا في الحالة دي لابد ان انا ارفع درجة حرارة الغرفة وكمان اضيف مادة شائبة اخرى يعني باضافة مواد اخرى او باجراء عملية التطعيم اللي احنا بنقول عليها اللي هي ايه باضافة مادة شائبة تمام يبقى احنا كده اتكلمنا ان فيه 3 حالات 3 حالات اللي هي امتى تبقى مادة عزلة عند درجة حرارة الغرفة صح كده وبدون اضافة مواد شائبة الحالة التانية عند ارتفاع درجة الحرارة صح كده وبدون اضافة مواد اخرى طب المرحلة الثالثة اللي هو انا ازود درجة توصيلها شوي يبقى هنا هضيف المادة شائبة هضيف مادة شائبة على السيليكون او الجرمانيوم وارفع درجة حرارة الغرف يبقى كده بقت ايه موصل درجة التوصيل زادت شوي طب امتى تبقى جيدة التوصيل امتى تبقى جيدة التوصيل جيدة التوصيل دي امتى بقى لما ازود قيمة المادة الشائبة او المواد الاخرى وارفع درجة الحرارة كمان لانه تعودنا انه كل ما درجة الحرارة تفعت للمادة فبيزيد درجة توصلها للطيار الكهرابي تمام طيب تعالوا نشوف مع بعض تاني كده المواد المغناطيسية والمواد المغناطيسية هنا بيقول لي ايه ان المواد المغناطيسية تكتشف المواد المغناطيسية من الصخور تكتشف المواد المغناطيسية من الصخور التي كان لها قوة جذب خاصة ولكن الإنسان طوع بعض هذه المعادن وخاصة الحديدية لتصبح مواد مغناطيسية تمام كده ونحن هنتكلم بعد كده في أنواع المواد المغناطيسية والمعادن القابلة للتماغنط كمان عندي يقوم أربعة من أنواع وتصنيف المواد والمعادن اللي عندي المواد العزلة المواد العزلة دي معنى كلمة مواد عزلة هي غير موصلة للطيار تماما مواد عزلة غير موصلة للطيار تماما ولا يتم عليها إجراء عمليات التطعيم لأن هي مواد عزلة بالفعل طيب المواد العزلة دي ممكن توصل طيار ممكن تيجي في وقت معين توصل طيار احنا الكلام دوت احنا بنستخدم المواد العزلة للوقاية من الصدمات الكهربية كلام اللي احنا قلناه في السلامة والصحة المهنية احنا بنستخدم المواد العزلة للوقاية من الصدمات الكهربية وخطر الصدمات الكهربية وتأثر الإنسان بالصدمات الكهربية تمام كده أو الفصل ما بين أجزاء حاملة للطيار كمان انه المواد العزلة دي عبارة عن ايه هي الورق الخشب الزجاج الخزف الصيني الرمل دي كلها مواد عزلة تمام طب تعالي نشوف التعريف مع بعض كده اللي هنكتبه برضو في الامتحان او لما تيجي تعرف التعريف بتاع المواد العزلة تعالي نشوف مع بعض كده بيقول لي ان المواد العزلة هي مواد غير معدنية هي مواد غير معدنية آه بص كده قالك ايه تاني ذات مقاومة كبيرة لمرور الطيار الكهرابي يبقى احنا كده فهمنا ايه يا شباب فهمنا ان المواد الموصلة للطيار كانت مقاومتها ايه قلنا مقاومتها قليلة وهي كانت مواد معدنية كلها كانت مواد معدنية وكانت مقاومتها قليلة جدا لتسمح بمرور الطيار لا تعيق مرور الطيار في المادة تمام طيب لما جينا تكلمنا عن المادة العزلة قلنا هي مواد غير معدنية عشان لو جينا نقارن بين الاتنين قلنا هي مواد غير معدنية ولها مقاومة عالية جدا ليه لانها بتعوق مرور الطيار لان المقاومة هنا لها عامل في ايه ان هي المادة دي لا تسمح بمرور الطيار فيها تعوق مرور الطيار تجعل المادة دي المقاومة العالية بتاعتها تجعل المادة اللي احنا بنتكلم عنها المادة العزلة سواء خشب ولا زجاج الرمال الخزف الصيني بتجعله غير موصل للطيار الكهرابي تعال نشوف كده هنكتب ايه برضو هنا بيقول لي هي مواد غير معدنية ذات مقاومة كهربية لمرور الطيار مقاومة عالية لمرور الطيار الكهرابي في الظروف العادية وتختلف فيما بينها من حيث مقاومتها لمرور الطيار الكهرابي فلكل مادة عزلة مقاومة نوعية وهنتكلم عن المقاومة النوعية والمقاومة الحجمية هنتكلم عن الكلام ده كله في مادتنا وخلال الباب الاول برضو خاصة ان لها يعني كل مادة عزلة لها مقاومة نوعية خاصة بها او خاصة لها كما تعتمد قوة العزلة على مقاومتها لعوامل كثيرة تفقد هذه المادة قوة العزلة طيب احنا مش عندنا كمان المادة العزلة اللي موجودة احنا كلنا بنشوف الاسلاك الكهربية وبيبقى عليها طبقة من السلك هو مش ده مادة عزلة برضو طبقة من البلاستيك هو مش ده مادة عزلة المادة العزلة اللي موجودة في البلاستيك هو ليه مقاومة عزلة مقاومة عزل طيب احنا خلينا نتكلم عن الشق الكهرابي ويعني نبعد عن الخشب والورق والحاجات اللي هي اللي ملهاش في الشق الكهرابي اوي رغم ان احنا الورق في نوع من الورق زي البرسبان مثلا ده منستخدمه في عزل الملفات في المولدات والمحركات والمحولات تعال انا نقول انه البلاستيك اللي ملفوف على او طبقة الغلاف البلاستيك اللي على السلك دي طبقة عزلة فدي طبقة البلاستيك له مقاومة عزل طب في طبقة تانية طبقة عزل كلنا ما بنبقاش وغدين بالنا منها في بداية تعاملنا مع الاسلاك او طلبة الصف الاول ما بيبقوش وغدين بالهم انه دي طبقة عزل في طبقة عزل على السلك نفسه السلك النحاس اسمها ورنيش طبقة الورنيش وده مادة عزلة ليه مقاومة عزل طب التعريف اللي احنا قلناه بيقول لي انه كل مادة من دول ليها مقاومة عزل بتختلف عن التانية طب هو امتى مقاومة العزل دي تنهار امتى يا مستر عايزين نفهم امتى مقاومة العزل دي تنهار مقاومة العزل دي تنهار امتى لما ترتفع درجة الحرارة هو ايه اللي بيحصل لحزة القصر الكهرابي او حدوث قفلة اللي احنا بنسميها قفلة اللي بيحصل اللي بيحصل انه نتيجة زيادة الحمل الطيار ذات في الموصل فعمل ايه ارتفاع في درجة الحرارة لابد ان انت تبقى فاهم النقطة دي عمل ارتفاع في درجة الحرارة ارتفاع في درجة الحرارة ادى الى ايه ادى السببين انهيار العزل انهيار العزل على الموصل طب انا عندي كم نوع عزل على الموصل يا ميستر اقول لك لسه ما احنا قالين دلوقتي ان انا عندي طبقة عزل اسمها طبقة ورنيش ودي موجودة على السلك النحاس نفسه اللي هو احنا ممكن بالضافر كده لو عملنا بالضافرنا على السلك او بالاصافة او بالأشارة وضغطنا على السلك النحاس قوي هتلاقي ان فيه طبقة ورنيش طلعت اتخربشت دي اسمها طبقة ورنيش وده طبقة عزل عزل كهرابي وليه قيمة مقاومة عزل ليه قيمة عزل وبتعتمد قيمة المقاومة او قيمة العزل الكهرابي على مساحة مقطع الموصل وقيمة الجهد اللي هيشيله موصل والطيار اللي ماره في الموصل فده وأقصى دارة حراهة عرض لها الموصل تمام كده يبقى المادة العزلة هنا أي مادة عزلة كلها لها مقاومة عالية تمام أي مادة عزلة كل المواد العزلة لها مقاومة عالية بس المقاومة بتختلف وتتراوح من حيث إيه بقى حسب قيمة المقاومة العزلة الخاصة به المادة اللي احنا بنعزل بيها يبقى لما حصل القصر في الدائرة الكهربية أو الحمل الزائد أدى إلى أن دارة الحراهة في الموصل الكهرابي ارتفعت فلما ارتفعت قيمة دارة الحراهة في الموصل حصل انهيار لطبقة العزل طبقة العزل اللي هي الورنيش ودارة الحرارة ارتفعت فالورنيش دارة حرارته تخطت الضارة المسموح بيها فانهار طبقة العزل بالورنيش وبالتالي طبقة البلاستيك الغلاف البلاستيك اللي على الفردتين انهارت وبالتالي بقى في تلامس بين الموصلين نفسهم الموصلين اللي هم النحاس حصل القصر في اللحظة دي يبقى ده معتمد على قيمة مقاومة العزل لان احنا قلنا ان كل مادة عزلة لها قيمة مقاومة عزل طيب تعالنا نشوف مع بعض تاني العنصر عندي بعد كده نتكلم في العنصر والعنصر هنا بيتكون من مجموعة من الزرات متشابهة فيما بينها ومرتبطة ولكن يمكن تحللها كيميائيا نركز في التعريفات دي كويس يا شباب علشان هو ممكن يجي في الامتحان يقول لي ممكن يجي في الامتحان يقول لي عرف كل من العنصر المادة الخليط تمام كده ولكن لابد ان انا ابقى حافظ التعريفات كويس بحيث ان في سؤال تاني بيجي بيضم بين الخليط والمركب ويقول لي قارن بين الاتنين وهنشوف الكلام ده دلوقتي هنشوفه مع بعض دلوقتي يبقى العنصر عندي هو مجموعة او يتكون العنصر من مجموعة من الزرات متشابهة فيما بينها ومرتبطة ولا يمكن تحللها كيميائيا خد بالك احنا قلنا ايه بيتكون من مجموعة من الزرات متشابهة وكمان مرتبطة ولا يمكن تحللها علشان نبدأ نفهم حنقارن ازاي لابد ان احنا نركز على النقاط النقاط معينة كده في التعريفات طيب بعد كده عندي ايه الزرة والزرة هنا هي اصغر جزء من المادة او العنصر وتعتمد خواص المادة على التركيب الزري لهذه المواد طيب هو التركيب الزري ده بيتكون من ايه طبعا عندي النواة وعندي الالكترون طب هي النواة ايه تعريف النواة الحاجات دي يا شباب نركز فيها لانها تعريفات هامة في الامتحان قال لي ان النواة هي مركز الزرة وتتكون من بروتونات وتحمل شحنة موجبة ونيترونات تحمل شحنة متعادلة يبقى تاني نقول تعريف النواة احنا قلنا ان النواة احد عناصر تمام كده الزرة خلاص النواة احد عناصر الزرة طب ايه هي النواة النواة هي مركز الزرة وتتكون من بروتونات تحمل شحنة موجبة ونيترونات تحمل شحنة متعادلة طيب الالكترونات العنصر التاني في الزرة هنا الالكترونات هي جسيمات صغيرة او جسيمات تحمل شحنة سالبة وعدد الالكترونات السالبة يتساوي عدد البرتونات الموجبة لذلك تكون الزرة متعادلة كهربيا في الظروف العادية يعني امتى الزرة يعني ممكن اسألك سؤال كده اقولك وضح متى تكون الزرة متعادلة كهربيا انقلنا كده هنقول امتى عندما تتساوى الالكترونات السالبة مع عدد البرتونات الموجبة وممكن يجيلك سؤال اكمل تكون الزرة متعادلة كهربيا عندما نقط مع نقط طبع كده يبقى هنقوله عندما تتساوى الالكترونات السالبة مع عدد البروتونات المجابة ودي نقطة مهمة نركز عليها برضو الخليط هنا بقى يبدأ يفرق لي ما بين الخليط والمركب ولابد ان احنا نركز قوي في العناصر دي برضو الخليط هو ايه قال لي ان الخليط هو عبارة عن اتحاد عنصرين او اكثر تمام كده دون اتحاد فيزيائي ولكن في نقطة مهمة اوي يحتفظ كل عنصر بخواصه يبقى هنا الخليط هو عبارة عن اتحاد عنصرين مادتين اختلطوا مع بعض ولكن ما حصلش اتحاد فيزيائي ما بينهم العصير وانت بتعمل العصير طعم السكر باين وطعم الفكهة اللي انت عملتها باين تمام كده فما حصلش اتحاد فيزيائي ما بين الاتنين يبقى عندي هنا ويحتفظ ويحتفظ كل عنصر بخواصه طيب عندي ايه تاني المركب المركب ده هو عبارة عن اتحاد عنصرين او اكثر ثلاث مواد مادتين عناصر فيزيائية لتكوين مادة جديدة تختلف في خواصها عن خواص العناصر المكونة لهذا المركب ودي نوضحها مع بعض علشان هندخل على مقارنة بين الخليط والمركب بعد كده هنا بيقول لي ايه بيقول لي ان المركب ده اتحاد عنصرين او اكثر تمام كده دون اتحاد فيزيائي يعني او اكثر اتحاد فيزيائي بيحصل اتحاد فيزيائي ما بينهم لتكوين مادة جديدة زي الادوية كده مثلا صح كده مش في في الادوية كده بيبقى فيتامين دال مع فيتامين سي مع مركب من احد الادوية بيختلطوا مع بعض ويديني نوع علاج تاني خالص او نوع دواء شراب تاني خالص الطعم ما بقدرش اميز فيتامين سي من فيتامين دال يعني ما بقدرش اميز العناصر اللي كانت موجودة صح كده عندي يعني بعض انواع المواد الموصلة للطيار دلوقتي احنا في معادن بتبقى مكونة من خليط يعني في معادن بتبقى مثلا فيها نحاس فيها الامونيوم فيها مثلا يعني مواد شائبة فيها نيكل او نيكل كروم تمام؟ يبقى هنا بيكون لي معدن لو حطينا التلاتة دول التلات معادن دول او التلات مواد دول خلطناهم مع بعض حصل لهم انصهار واختلطوا مع بعض بيدوني معدن تاني خالص ولا بيبان فيه النحاس ولا بيبان فيه الالمونيوم مثلا او النيكل كروم او مثلا لو خلطنا الالمونيوم مع النيكل كروم ودي مواد ومعادن هنشوفها مع بعض بعد كده في مادة الخامات الكهربية برضه تمام؟ يبقى أنا عندي هنا المركب هو اتحاد عنصرين أو أكثر اتحاد فيزيائي وبيتكون لي مادة جديدة لتكوين مادة جديدة بس هنا كل عنصر احتفظ بالخصاص بتاعته يعني تختلف في خواصها عن خواص العناصر المكونة ادى لي مادة تانية خالص مختلفة في مختلفة عن مكونات العناصر اللي كانت موجودة عندي تمام؟ طيب تعالى نشوف المقارنة عايزين نبدأ نقارن بين الاتنين هو بقول لي قارن بين الخليط والمركب وعلشان نقارن بين الخليط والمركب لابد ان انا في الامتحان هقولك في السؤال مثلا اقولك ايه قارن بين الخليط والمركب من حيث وهديلك بقى اوجه المقارنة من حيث ايه عملية تكوينه عملية التكوين للخليط او للمركب حدوث تفاعل كيميائي هل بيحدث تفاعل ولا ما بيحدث تكوين مادة جديدة هل بيكون مادة جديدة ولا بيفضل بنفس المواد بتاعته او بالخصائص بتاعته فصل مكوناته هل بقدر افصل المكونات بعد كده ولا لا خواصه ايه هي مثال زي ايه اضرب لنا مثل على المواد اللي هي ممكن تبقى خليط او تبقى مركب تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة الخليط عملية تكوينه ايه قال لي ان عملية تكوينه يمكن اضافة عنصر الى اخر او اكثر يعني هي اضافة عنصرين او اكثر تمام يعني عنصر الى عنصر او اكتر من عنصرين مع بعض المركب برضو دمج بين عنصرين او اكثر خد بالك هنا قلنا ايه اضافة عنصر الى اخر ليه لان هنا كل واحد هيحتفظ بخواصه تمام كده كل واحد هيحتفظ بخواصه وكمان يعني مش هيديني حاجة جديدة مش هيديني مادة جديدة او معدن جديد هنا دمج بين عنصرين او اكثر هنا قلنا دمج لانه هيحصل دمج ما بين اللي اتنين فهيديني معدن تاني خالص او مادة تانية خالص بحيث انها يكون لها خواص مختلفة تجمع بين الخواص اللي هي العناصر اللي احنا ضفناها كلها طيب عندي ايه تاني حدوث تفاعلات كيميائي بالنسبة للخليط هل بيحدث تفاعل كيميائي قال لي لأ الخليط لا يحدث عنه تفاعل كيميائي لكن المركب يحدث تفاعل كيميائي تمام طيب ايه تاني تكوين مادة جديدة هو الخليط بيكون لي مادة جديدة نبص مع بعض هللاقينا بنقول ايه لا يمكن فصل مكوناته لا يمكن فصل مكوناته دي كده المفروض تبقى مع فصل المكونات طيب هنا تتكون مادة جديدة يبقى هنا لا تتكون مادة جديدة وهنا فصل المكونات يمكن فصل مكوناته وهنا لا تتكون مادة جديدة او يعني ما بتتكونش او يمكن بنقدر نفصل المكونات بتاعته خواصه لا تتغير الخليط خواصه لا تتغير المركب تتغير وتظهر خواص جديدة لان احنا قلنا بيديني معدن جديد خالص المعدن ده بيبدأ يختلف معايا عن خواص المواد او المعادن اللي انا ضفتها لبعضها مثال زي ايه زي ايه عندي بقى هنا زي الخليط عندي الرمال والزلط تمام طيب عندي ايه تاني السبائك في المركب السبائك زي ما قلنا انه ممكن اضيف نيكل كوروم للالامونيوم ممكن اضيف الامونيوم الى النحاس وده هنشوفه في ابراك بعد كده والزنك ممكن اضيفه للالامونيوم او للنحاس تمام طيب بعد كده عندي ايه خواص المعادن خواص المعادن ولابد ان احنا خلال خواص المعادن هندرس مع بعض فيها الخواص الكهربية والخواص المغناطيسية للمعادن المواد القابلة للطماغنط المواد القابلة ان هي توصل طيار كهرابي وطبيعة الحال ان المواد القابلة للطماغنط او المواد المغناطيسية دي مواد بتبقى موصلة للطيار الكهرابي ايطا تمام ولكن هي لديها القابلة القابلية للطماغنط يعني هي تقبل تطماغنط تمام كده طيب تعالوا نشوف مع بعض كده خواص المعادن ايه ايه قال لي ان خواص المعادن تتنوع هذه الخواص بتنوع كل معدن او بتنوع المعدن فلكل معدن خواصه سواء كانت كيميائية او طبيعية او ميكانيكية او كهربية يعني احنا في الجزء ده مستر حنتكلم عن خواص طبيعية وخواص ميكانيكية وخواص كهربية وكيميائية بالزبط كده يبقى نشوف كده مع بعض قال لي ايه قال لي ان انا عندي في حاجة اسمها الخواص الطبيعية وكمان في حاجة اسمها الخواص الكهربية ورقم ثلاثة الخواص الميكانيكية دي خواص هندرسها بالنسبة للمعادن تمام كده طيب نشوف اول خاصية معنا الخواص الطبيعية والخواص الطبيعية هنا هي ايه او عندي منها كام حاجة قال لي الوزن النوعي والتوصيل الحراري ونقطة الانسهار ومال ايه دول يا مستر قال لي ان دول كده مع بعض الثلاث عناصر دول دول خاصين بالخواص الطبيعية للمعدن طبيعي احنا نتكلم عن المعدن لابد ان احنا نتكلم عن الوزن النوعي بتاعه خفيف تقيل وهكذا التوصيل الحراري درجة توصيله للحرارة قد ايه نقطة الانسهار هو امتى ينصهر امتى يوصل للانسهار المعدن اللي احنا بنتكلم عنه او المادة اللي هنتكلم عنها مثلا يبقى الوزن النوعي هنا لابد ان انت تشرح لانه ممكن يقولك في السؤال بدل يعني هو ممكن في حالتين يقولك ايه اذكر الخواص الطبيعية او اذكر خواص المعدن فانت هتقوله رقم واحد خواص طبيعية خواص كهربية خواص ميكانيكية وتيجي تحت كل واحدة تقوله ايه الخواص الطبيعية هي الوزن النوعي والتوصيل الحراري ونقطة الانسهار وهكذا تروح على الخواص الكهربية تتكلم عنها برضو مقاومة النوعية ومقاومة المادة وتروح على الخواص الميكانيكية الإجهادات والشد وقوة الشد والحاجات دي تمام يبقى أنا عندي هنا لما أتكلم عن الوزن النوعي هقول إيه إن الوزن النوعي لكل مادة وزنها النوعي فالألمونيوم أخف وزنا من النحاس إحنا لسه بنقول إن الوزن النوعي ده معناه إيه معناه إنه أي من المواد دي تقيل عن التاني النحاس أتقل ولا الألمونيوم الفضة ولا النحاس أتقل الحديد او الظهر اي نوع من المعادن دي مين اخف وزن من التاني فده احنا بنبقى محتاجين ندرس الخواص الطبيعية للمادة اللي بنتكلم عنها او المعدن اللي بنتكلم عنه بحيث ان احنا نعرف الوزن او كسافة وزنه قد ايه فعلشان كده بيقول لي ان الوزن النوعي للمادة هو بقول لي ان لكل مادة وزنها النوعي فالالمونيوم اخف وزنا من النحاس ويعرف بالكسافة ويقدر بوزن جسم حجمه واحد سنتيمتر مكعب مقدرا بالسقل جرام لان احنا عارفين ان وحدة الوزن هي السقل جرام تمام كده او الكيلو جرام او سقل كيلو جرام او سقل طن فده بيبقى وزن المادة او المعدن اللي بنتكلم عنه طيب عندي ايه تاني عندي التوصيل الحراري والتوصيل الحراري هنا بيقول لي ايه يعرف بانه قدرة المادة على نقل الحرارة الى كل الجزء منها يعني ايه برضو يعني لما نجي نتكلم عن التوصيل الحراري احنا تكلمنا عن الوزن النوعي وقلنا انه من خلال دراستنا للوزن النوعي بنفهم مع بعض وزن المعادن ومين اخف من مين يعني الالمونيوم ولا النحاس ولا الفضة ولا النيكل كروم ولا المواد اللي هي المعدنية الحديد او الحديد الصلب او الظهر كل مادة لابد من دراست خواصها الطبيعية بحيث ان احنا نعرف الوزن النوعي ليها مين اخف من مين ووحدة القياس للوزن هي مقدرة بالسقل جرام او السقل كيلو جرام او السقل طن تمام كده طيب بعد كده اتكلمنا في التوصيل الحراري والتوصيل الحراري ده بيقول لي ان هي يعرف قدرة او يعرف انها قدرة المادة على نقل الحرارة الى كل جزء منها وهنا معناه ايه ان المعدن اللي احنا بنتكلم عنه او المادة اللي بنتكلم عنها مادة توصلها للحرارة قد ايه وهل لما تيجي توصل للحرارة هل جزء منها هيوصل او ينقل الحرارة ولا هي كلها هتنقل الحرارة طيب النقطة التالتة نقطة الانسهار طيب نقطة الانسهار معناها ايه مستر هقولك ايه درجة التوصيل الحراري اللي احنا اتكلمنا عنها هل هتأثر على نقطة الانسهار بالضبط اكيد تعالى بص كده مع بعض بيقول لي هي الدرجة التي يتحول فيها المعدن من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة جميل اوي يبقى هنا هنقول ايه انه معدن الحديد لما بيخش الفرن في مصنع الحديد والصلب ايه اللي بيحصل بيتعرض لضرارة حرارة عالية جدا فبيحصل ايه تحويل الحديد والمواد الخام اللي بيصنع منها الحديد من مواد صلبة الى مواد ايه سائلة المخلفات الحديد والمخلفات المعدنية اللي بيتم جمعها والسيارات المتهالكة اللي بيتم جمعها وعمليات الاحلال اللي شغالة السيارات دي بيحصل فيها ايه بتروح على فرن الخاص بصهر الحديد والمعادن وبتتعرض لضرارة حرارة عالية جدا بيحصل بعدها ايه ان الحديد ده تحول او الكتلة اللي هي السيارة اللي كنا شايفينها قدامنا دي كلها بيحصل انه بعد درجة حرارة اللي بتتعرض لها العالية بيحصل ايه صهر للمعدن بتاع العربية كلها وبتتحول لمادة سائلة يعني بتبقى في حيز صغير جدا يعني طيب هو في يعني ايه بقى نقطة الانسهار هي درجة الحرارة اللي عندها المعدن يبدأ يتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة مباشرة هي دي بقى نقطة الانسهار تمام يبقى احنا كده كلمنا عن الخواص الطبيعية للمعدن تعالى نشوف مع بعض تاني عندي هنا الخواص الكهربية والخواص الكهربية اول حاجة المقاومة النوعية المقاومة النوعية للمعدن نشوف مع بعض كده المقاومة النوعية هي ايه هنا بيقول لي المقاومة النوعية هي مقاومة موصل طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد ملي متر مربع عند درجة حرارة عشرين درجة مئوية ووحدتها هي القوم متر مربع لكل متر ملي متر مربع لكل ايه متر وتختلف باختلاف مادة التوصيل تمام كده يبقى ده كده ايه تعريف المقاومة النوعية طب يا مستر هو ممكن ييجي في الامتحان احنا تعودنا في مادة الاساسيات الكهربية تعودنا ان احنا بنحسب المقاومة قيمة المقاومة تمام وهقول لك كمان اكمل لك كلامك اللي انت قلته هقول لك ان انت تعلمت كمان تحسب المقاومة النوعية اللي هي كان الرمز بتاعها رو تمام كده طيب تعال نشوف القانون ده القانون ده بيقول لي ايه ان قيمة المقاومة الار قيمة مقاومة موصل اللي هي الار المقاومة الكلية تساوي ال في رو على ايه طب احنا محتاجين نفسر القانون القانون هنا بيقول لي انه الر تساوي ال في رو على ايه يعني انه طول الموصل تمام ال ال دي هي طول الموصل الرو هي المقاومة النوعية للموصل وكمان ال ايه هي مساحة مقطع الموصل طب احنا لو رجعنا للتعريف اللي احنا قلناه هنلاقيه انه المقاومة النوعية من خلال القانون دوت والتعريف تمام كده الدنيا احنا فهمناها من لما شفنا القانون يا مستر يبقى هنا بيقول لي المقاومة النوعية تاني هي مقاومة موصل طوله واحد متر يبقى احنا عندنا في القانون هنا ال ال اهيه طول الموصل ومساحة مقطعه واحد ملي متر مربع يبقى عندي هنا ال ايه هي مساحة مقطع الموصل عند تعرضه بقى لدرجة حرارة عشرين درجة مقاوية ووحدتها وحدة المقاومة النوعية هي ايه اوم متر ملي متر مربع لكل متر طب انا مستر القانون ده بيحسب لي قيمة الار انا عاوز اعرف احسب قيمة المقاومة النوعية ده هنا بيحسب لي قيمة المقاومة الكلية فقط لكن اقول لك لا ده من القانون ده انت تقدر تحسب مساحة المقطع وتقدر تحسب طول الموصل وتقدر تحسب الرو يعني انا هنا قدر اقول انه المقاومة النوعية هي عبارة عن ايه عبارة عن ار في ايه على ال المقاومة النوعية لو جينا حسبنا المقاومة النوعية دي هقول ايه انه طرفين في وسطين كده على اعتبار ان الار على واحد زي ما بنعمل في الرياضيات وهقول لك ايه ان الرو تساوي R في A على L طب لو عايز أحسب طول الموصل يا مستر يبقى على طول فهمنا R في A على R يبقى كده على طول نقدر نحسب مساحة المقطع يا مستر برضو أيوة نقدر نحسب مساحة المقطع اللي هي إيه L في R على R تمام كده L في R على R وكده يبقى قدرنا نحسب المقاومة الكلية أو طول الموصل أو المقاومة النوعية وكمان مساحة مقطع الموصل أو المعدن اللي احنا بندرس خواصه عندي تاني بيقول لي الموصلية والموصلية هنا اللي هي ضررة التوصيل للطيار الكهرابي بيقول لي إيه هي قدرة المعدن على التوصيل الكهرابي وتعتبر عكس المقاومة النوعية تمام كده وتكون وحدتها وحدة القياس بتاعتها يعني متر لكل اوم مليمتر مربع خد بالك هنا تعكست ولا ما تعكستش تعكست وحدة القياس لأن هنا كده المقاومة أو الموصلية هي الجي الجي مثلا بتبقى واحد على R ودي درسناها برضو في مادة أساسيات الهندسة الكهربية طيب قابلية المعدن للتمغنط هي دي من الخواص الكهربية آه من الخواص الكهربية يبقى قابلية المعدن للتمغنط المعدن دا لي قابلية ان هو يتحول مرنطيس ولا لا يتحول يقبل يتشبع بالمجال المرنطيسي ولا لا قال لي هنا ايه قابلية المعدن للتمغنط قال لي بتختلف قابلية المعادن للتمغنط فمنها من له قدرة كبيرة على التمغنط ويتحول الى مرنطيس ومنها من يتأثر بالمغنطيسية ومنها من لا يتأثر بها ولا يمكن تحولها الى مرنطيس يعني ايه الكلام دا يعني احنا ممكن عندنا دلوقتي نفتكر بعض المعادن اللي ممكن تتحول لمرنطيس الحديد يتحول لمرنطيس صح كده النحاس مايتأثرش مايتحولش لمرنطيس الالمونيوم غير قابل للتمغنط تمام كده الالمونيوم غير قابل للتمغنط وده احنا في مادة اجهزة القياس نوهنا عنه وقلنا انه الارص اللي في اجهزة القياس التكاملية اللي هو العداد المنزلي الارص الداخلي اللي موجود في العداد اللي هو بيلف احنا نبقى شايفينه شريط قدامنا او خط كده بيلف هو ارص معدني الارص المعدني ده بيلف في نتيجة ايه بيلف في نتيجة انه في مجال مغناطيسي ناشئ من تحته من تحت القرس نتيجة ملف موجود وفوقيه ملف بينشئ مجال مغناطيسي محصلة تفاعل المجالين دول بيحصل ايه ان المعدن الالمونيوم ده بيهرب منهم لانه غير قابل للتمرنط فبيزقوه بيسببوا دورانه تمام كده بيسببوا حركة القرس الالمونيوم او المصنوع من الالمونيوم دوت ليه علشان هو غير قابل للتمرنط وده ناوهن عنه في مادة اجهزة القياس تمام طيب يبقى دي كده قابلية المعدن للتمرنط عندي بعد كده الخواص الميكانيكية والخواص الميكانيكية هنا لابد ان احنا نبقى فاهمين انه الخواص الميكانيكية دي طبعا ملهاش علاقة بالكهرباء او ان هي تبقى موصلة للطيار الكهربي ملهاش علاقة بان هي تبقى غير موصلة للطيار الكهربي ملهاش علاقة بالوزن او بنقطة الانسهار او بالتوصيل الحراري ملوش علاقة بالكلام ده الخواص الميكانيكية هنا متعلقة ايه بقى متعلقة باجهاد الشد اجهاد التاني الالتواء الانحناء كل الاجهادات اللي بتتعرض او بيتعرض لها المعدن من خواص ميكانيكية تمام؟ تعال نشوف مع بعض كده الخواص الميكانيكية عندي هي التي تحدد قدرة المعدن على تحمل القوة الخارجية تمام كده المؤسرة عليه وزمن استمرار هذه القوة يبقى هي التي تحدد الخواص الميكانيكية ايه اللي بتعرفني او من خلال دراستنا للخواص الميكانيكية هنعرف قدرة تحمل المعدن للقوة الخارجية المؤسرة عليه وزمن استمرار هذه القوة برضو يعني ايه يعني المعدن لو درسنا خواصه وعرفنا انه هو إجهادات شد وإجهادات ساني وإنحناء والتواق يعني مجموعة الإجهادات اللي بيتعرض لها المعدن حنقدر نحدد نوعية المعدن اللي احنا عايزين نستخدمها في المهمة اللي احنا عايزين نستخدمها فيها أو المادة اللي احنا عايزين نستخدمها تمام كده طيب يبقى أنا عندي هنا الخواص الميكانيكية هقولنا هي قدرة المعدن على تحمل القوة الخارجية القوى الخارجية المؤسرة عليه وزمن استمرار هذه القوى يبقى أنا عندي قابلية المعدن للسحب اللي هي الاستطالة المرونة اللي دون الصلابة القصافة الإجهاد والصلادة وخبالك في فرق بين الصلابة بالدال والصلابة بالبه في فرق ما بينهم كبير أول تعال نشوف مع بعض كده قابلية المعدن للسحب والاستطالة هي الخاصية التي تسمح للمعدن بالتغيير في الطول تحت تأثير حمل شد أو قدرة المعدن على الشد المرونة هي ايه؟ المرونة هي قدرة المادة على استعادة شكلها وأبعدها الأصلية يعني لو أصرنا عليها بالضغط أو بالشد بترجع تاني لطولها الحقيقي وأبعدها الحقيقية بعد زوال القوى المؤسرة عليها اللي دونة هي ايه؟ اللي دونة هي قدرة المعدن على تغيير شكلها أو المادة ده المادة اللي هنتكلم عنها يبقى لها القدرة على تغيير شكلها وأبعدها تحت تأثير القوة الخارجية دون أن تنكسر واحتفاظها بشكلها بعد زوال القوة المؤسرة عليها يعني من قطر الضغط ما يحصل لاش انكسار ده هي بتتحمل معي الصلابة هي خاصية المادة لأي نوع أو خاصية مقاومة المادة لأي نوع من التغيير في الشكل وتعرف أنها المادة التي تتحمل جهودا كبيرة مع حدوث أقل تغيير في الشكل والأبعاد أو الشكل أو الأبعاد القصافة هنا القصافة عندي الخاصية التي تجعل المادة أو المعدن يتعرض للكسر أثناء تعرضه لأي قوة مفاجئة زي مين كده المعدن ده زي الظهر لما بيتعرض للضغط أو الطرق بيتكسر على طول الصلابة الصلابة هنا معناها قدرة المعدن على مقاومة الخدش والتآكل المعدن ده ما بيتجرحش ما بيتقصرش بأي خدش أو تآكل عليه الإجهاد قال لي أن الإجهاد ده قدرة المعدن على مقاومة الأحمال المختلفة بدون تغيير في شكلها يبقى الإجهاد هنا لما نتكلم عنه سريعا هنقول أن الإجهاد ده فيه إجهاد تانية إجهاد شد إجهاد التواء بعض الإجهادات اللي بتؤثر على المعدن اللي بتخليه يغير من شكله وخوصه أو الطول أو الحج وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم تمنياتي ليكم بدوام النجاح والتوفيق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة